تفضل السلام عليكم وعليك السلام تفضل الشيخ بالنسبة لآية التطهير آية العصمة أدي سؤال نحن هنا نتقد الآية أكو اختلال بالسياق السياق ترى مختل هناك يتكلم بالجمع البيوت وهناك ديت بالإفراد وهناك سياقة الجمع المؤنث السالم وهناك جمع المذكر السالم معي خلاص خلصت كلامك لم أخلص الآية إنما يريد إنما يريد الله ليذهب عليكم الرسال أهل البيت هنا نساء النبي إنما يريد فعل مضارع والإرادة الإلهية مستمرة وبعد وفاة النبي محمد نساء النبي خرجنا من أهل البيت أصبحنا أرامل فهنا الآية تختص أناس قريبين للأقرض إليه رابطة دموية علي والحسن والحسين والفاطن خلاص خلصت كلامك نعم خلاص طيب جميل أولا نمسك حاجة حاجة أولا كلمة أهل هل هي كلمة مذكر أم مؤنث أنت جاء أنا ما متطلح هذا يكون مؤمن أم أنت جايب وتكلم في المذكر السالم ومش عارف كلمة أهل إيه لا يعني أنت أصلا أنت حافظ الكلام اللي أنت جايبه أنت حافظه مش فهمه لا إنها كلمات أصلا أنا در أن تركز للبيض لا إنت دلوقتي الآن أنت قلت أن الآية جاءت بالالمذكر السالم والالمذكر السالم لا يأتي معهم وأنث لا عنكم ليس أهل ما أنا حقول لك حضرتك ليه عنكم ما عنكم جات ليه عنكم جات ليه المذكر سالم جات ليه بالجمع جات ليه جات ليه الضمير جي ليه بالجمع أنا أقول لك لماذا بالجمع أنا أقول لك لماذا بالجمع أنا أقول لك أنا حفاهمك كلمة أهل كلمة مذكر كلمة أهل كلمة مذكر فلا يأتي معها الضمير مؤنثا أبدا يعني أي حضرتك أنت تلاقي أي كلمة أهل موجودة في آية لا يكن خلاص يبقى كلمة أهل عشان هي مذكر فلا يأتي مع الضمير مؤنسا طب إيه دليلك على كده يا وليدي يا اسماعيل قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين صح كده الكلام لمن لزوجة سيدنا إبراهيم أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت صح عليكم أهل البيت والكلام الأول كلمة لزوجة سيدنا إبراهيم طيب إذ رأى نارا فقال لأهل يمكسوا إذ رأى نارا فقال لأهل يمكسوا أهله اللي هو من زوجته زوجته ومع ذلك قاد بالجمع قال له امكسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم وليس لعلي آتيكم نعم كلام الصحي يدخل المؤنس لكل المدكر مؤنس المذكر لا الأهل كلمة أهل كلمة أهل مذكر فلا يأتي مع الضمير مؤنسا أبدا خلاص يبقى إحنا حللنا أول إشكالية حللنا أول إشكالية البيت ماذا مبرد طيب أنت بتقول هنا كلمة لا أستاذ يا أستاذ اسمع بالله عليك يعني أنت ما عارف عارف الجمع التكسير من المذكر سالم ما عارف أن كلمة أهل مذكر وبعد كده بتقاوح اسمع الله يبارك في عمرك اسمع خلاص أنت بتقول بيوت وجاء بيت واحد أنا صح ولا أنا سمعت غلط نعم بيوت قابلها وهنا بيت واحد مفرد حلوة أوي ما أزبوط كده كلامك مزبوط الآن السيدة أمه سالمة من بيت من ها ها أنا ألا إذا كملك هنا لو سرحت جاوبني السؤال جاوبني على جاوبني الأول على أسئلتي وبعد كده إن شاء الله بطرح أنت الآن سيدة أمه سالمة من بيت من يستبر من بيت النبي ولكن يا عمي مش ملاك نخليك دلوقتي أنا جاوبني على قدر السؤال بتاعي جاوبني على قدر السؤال بتاعي السيدة أمه سالمة من بيت من من بيت النبي وقاطمة من بيت النبي وعائشة من بيت النبي كلهم مشتركين في بيت من في بيت النبي حلو مش ولكن بقى يبقى عندما تقول إنما يريد الله ليزم عنكم الريكسة أهل البيت يبقى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صح لا لأن مشكلة موجودة عندك طبعا حبينها لك أكتر حبينها لك أكتر يا سيدة فاطمة هي سيدة فاطمة اسمعني بس اسمعني يا عم اسمعني توضح إيه يا عم أنت قلتها من الأول والآخر خلاص فما ينفعش أنت توضح أي حاجة أنت تقعد حضرتك تسمع بس لما أنا أنتي من كلامي لما أنا أنتي من كلامي أقول لك تفضل لما أنا أنتي من كلامي أقول لك تفضل الآن السيدة المسلمة من أهل بيت النبي سيدة عائشة من أهل بيت النبي سيدة فاطمة من أهل بيت النبي يبقى كلهم بيوته بيت مسلمة بيت السيدة أم حبيبة بيت السيدة عائشة بيت السيدة حفصة بيت السيدة فاطمة كلهم بيوته ولكن كلهم بيشتركوا في علة واحدة اللي هم ايه بنزلوا تحت بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إنما يريد الله ليزم عنكم من ركس أهل البيت يبقى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهي تشمل كل هؤلاء صح كده وإلا لو أنا سألتك سؤال وقلت لك اسمعني بس زحلاء يا محمد زحلاء يلا خلاص شكرا ليك حبيبة شكرا ليك وإلا أنا لو سألت سؤال أنا لو سألت سؤال وقلت هل هل جاعفر الصادق من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل جاعفر الصادق من أهل بيت النبي كلهم سايقول آه طب ده عمره ما دخل بيت النبي ده عمره ما دخل بيت النبي ولا شاب بيت النبي ولا قرب جنب بيت النبي ومع ذلك دخلتوا ببيت النبي والزوجة اللي هي أساسا من بيت النبي عايزين تخرجوها منه فالله مستعان فللأسف الشليل للأسف الشيعي الشيعي ما يعرف وحافظ ومش فاهم وعنده كمان حماقة يعني عنده حماقة ومش عايز يفهم إنها من رحمة ربي سيدة أمه سالمة لها بيتها هي ولكنها هي أهل بيت النبي السيدة حافظة لها بيتها هي ولكنها أهل بيت النبي السيدة فاطمة لها بيتها هو لكن هي لها أهل بيت النبي السيدة عائشة لها بيت يبقى كده بيوتهم بيوتها هي بيوت كلها بيوت ولكن بيشتركوا في كلهم في شيء واحد لهم من أهل بيت النبي والآية تقول إنما يريد الله ليزهب عنكم الريكس أهل البيت يبقى أهل بيت من؟ أهل بيت النبي الله المستعان لو بعدين في حاجة أساسا هم بقولوا بيت واحد طب سيدة فاطمة لها بيت والنبي لها بيت يبقى كده بيتين مش بيت واحد يعني السيدة فاطمة وعلي بنبي طالب لها بيت والنبي ليه بيت يبقى كده بيتين مش بيت واحد والذي ذكر في الآية بيت واحد طب لو قال لك أصنهم عشان كانوا ببيت النبي طب السيدة السيدة أم سالمة كانت موجودة في البيت وقال لا أنت على خير ولكنها موجودة في البيت برضه أي محش في أي حل ترجمة نانسي قنقر